السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل ومساء الورد. اهلا وسهلا بكم اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن كيفية التسجيل في شبكة الفاتسم. طبعا الفاتسم برضو من الشبكات الحلوة. والنهاردة طبعا الفيديو اللي حصلت طالب الشبك كتير جدا ازاي نسجل بشبكة الفاتسم وازاي ننزل البرنامج الخاص بالموحكة تابعنا وكده هنا. بس كيف الفاتسم سهل جدا. طبعا هنفتح اللينك الفاتسم اللي هو طبعا هسيب لكم اللينك في رابط اللي هيكون موجود في الديسكريبشن بحيث معلم بالله شامعنا يا بوكباتن تلاقي اللينك جايز بس تكليك على اللينك يفتح لك الويب سايت وتجوين الفاتسم. اشتر اشتر. طيب اول حاجة هنفتح هتطلع طبعا الصفحة اللي تطلب بالشكل دهوت نيجي على تفتح هنا طبعا صفحة تانية بالشكل ده. بعدين نيجينا على تمام موجود تحت هنا نفتح نفتح تبطع طبعا بتجارة الكلام دهوت كل ده طبعا تيرى الكلام تعرف هم الناس بتتكلم عن ايه بالزبط وايه طبعا تفهم وايه اه حتى بيقول لك يعني انت مفروض تكون اكبر من 13 سنة اشتر تمام بعد مرة الكلام ده هوت وانت مستوى في الشروط امورك تمام وزي الفل وعندك المحاكية مايكروسوفت اي محاكية عندك خاص بالتيران طبعا المحاكية اللي هي الكمباتابل مع الفاتسم راح تيجي بعد كده تكتب بقول لك يور نيم اه محمد طبعا انت بتكتب اسمك طبعا انت كيفش اسم انا تمام احمد طبعا لجماعة في في الفاتسم او عموما في شبكات اللي تريني التشبيه سجل بيور اه اسمك الحي يعني سجل معناتك الحقيقي يعملك الحي واسمك الحي وكده يعني تمام طبعا بعد كده طلب منك حطيت محمد اه جدي اسمه احمد او علت اسمه احمد تمام بعد كده حط هنا الميل اي دي احط الميل ميلي اه بطيت ميلي دي ميل عندي من زمان كتبت ميلك ويه سجلته اوكي عندك كم سنة طيب هنحط عندك كم سنة تقطار عندك مسلا انت اتناشر اصغر من اتناشر من تلتاشر سبعتاشر يعني انا ممكن انت خمستاشر ستاشر شغال طمانتاشر ستاشر رحدي خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية واربعين انا عجوز شوية طيب حطيت السنة تابعي بعد كده بقولك انت من اي دولة انا من مصر ايجب طبعا كل واحد بحط دولته انت شوف انت من اي دولة يعني جنسيتكي بالزبط يعني تمام يعني من منين من مصر من السعودية من الكويت من بطن العرب الحبيب تحط الدولة تابعة كده طيب بعد ما حطينا الدولة تابعتنا بيجي سألك بعد انت منين من يعني زي ما كنت من من مصر مسلا انا من كايرا من كايرا طيب طبعا عنديني هنا فديه بتكون زي كلمة سر زي زي سؤال سري كده زمان في الاملايات والحاجات دي وكده بتكتب اي كلمة سر اي كلمة انت عاوزها هنفترض ان انا هكتب اه هفترض ان انا هكتب حسن اسم اخوي تمام بعدين هنا بيقول لك طبعا انت طبعا ايه ريجون انا بنينا احنا في الدول اه في دول اوروبا اه في سوريا في دول شرك اه ايش احنا فيه ميدل ايست هنا بيقول لك ايوروب ميدل ايست اند افريكا طبعا انا مصري اح راح اخطي طبع لو انت مسلا افريكا خاصة بسباردو معها السعودية من طبعا السعودية والكويت والامارات والبقرين وكتر والاردن والفريكا اللي فيها مصر والجزائر والمغرب والوطن العرب الحبيب كله يعني تمام يعني كل الوطن العرب الحبيب كله هياخد ميدل ايست اند افريكا تمام ايش طب طيب بعد كده بقول لك تبعك انت والله شوف لاحظنا عندنا كل تمام انا هاخد مسلا ديفيجن لو انا مسلا اه هناخد ميدل ايست اند نور سافريكا تمام طب ميدل ايست نور سافريكا فتح لتاني صفحة تانية اه خلاص وميدل ايست نور سافريكا بعد كده بيشوف الموضوع يعني اللي هو واصل انت كده كده طبع مصر او السعودية او الكويت او الاردن او الامارات وكده يعني بعد كده خلاص انت طبع بتقع ترى الكلام الرول سافرهم ولو انت موافق بتقول انا اكسبت اي هاف اكسبت اي هاف ريد اند اكسبت في الرول سافرهم امورك تمام امورك تمام اعمل ريججستر قال لي الف مبروك امعلم واهل ان وسهلا بيك كابتن انت نورت معنا الفاتسم ويجب اتطلع لي اليوزر نيم اند باسفورد اشتا اليوزر نيم اند باسفورد طيب ولك تشيك يور ميل ولك تشيك يور ميل ان اردار تو بريفاي يور اكاونت اند جيت استارتد ديس ماس بي دون بيفور يو كان لوجن طيب فرق انت في حالة ما اسمك لكش الميل فانت معاك اليوزر نيم والباسفورد طيب قبل ما اقفل ديت روح افتح الميل طيب انا احلا جيت فتحت الميل لات انا عندي جاي ميل من الفاتسم بوت نت وبقول لي بقيت لي دير محمد احمد اللي هو انا اعمل اه we have received your registration and you can find your login details اللي موجودة تحت ديت الفاتسم id الاسفورد and in order to login you need to verify your email address طيب يعني يورت verify your email address حق على كلمة verify وهذا اضغط عليها طيب قلت لنا المسج قلت لنا وعملنا verify للميل بيقول لك انت سانكس تو سانكس your email has been confirmed to get started please login to my vatsim portal تمام اوكي شكرا هنم من login نروح على الميل ناخد الفاتسم id ناخد الباسورد ونعمل login clear totally safe or safe طبعا ظهر لي كل اللي ما بتقول لك اللي هو my vatsim information بظهر معي cid وظهر مع الفون name email address والcountry قبل الريجن اللي هو ال middle east and africa division middle east and north africa تمام طيب بعد ما عملنا login بال بالا اي دي جديد والباسورد الجديد وظهرت معنا الصفحة دي بالشكل دوت طبعا بعد ما عملنا login فبعد كده بيجي لنا email على email بالشكل ده وكده يعني بيبعت لنا email انه بقول لك انك لازم تضغط على لنك دوت complete your membership طلعا سيكرا نضغط على لنك دوت وانش هنخلص my membership process ومش عارف بشيء وحاجات زي كده 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 جدا يعني المهم تفتح اللينك تضغط على اللينك بس لنفسك بقى فينا معلم اوكي بعد كده طيب بعد كده قلت لنا صفحة ديت وعندك بعض الحاجات بل لك اتراسيش الوقت وينش ريكويست هنعمل authorize important welcome to vatsim remember welcome to vatsim طبعا تزارت لنا message بعد ما عملنا authorize كنت لنا message بقول لك important welcome to vatsim بقول لك remember you must complete the new member اوكي طب بعدين اه في حاجة علشان يقول لك ايه اه for new member please click here to visit a member اوكي new member ماشي طبما دخلنا على الصفحة ديه تقول لك select your language اوكي english little english this is part one okay طبعا بتاني ترى بعض الروز ترى فالرولز وي regulations وي اوكي ستقول لها ان الفاتسم كمان سببورت ان الفاتسم بكتل لك تحت ان الفاتسم فالفاتسم سببورت flight simulators include flight simulator two thousand two flight simulator two thousand four flight simulator x flight simulator twenty twenty prepare 3d version one two three four five x plane ten x plane eleven كل محاكدة ما عرفوش اوكي طبعا بتنزل تحت وبرك تمام وكل حاجة بتلاقي هنا بارتو يفتح لك بارتو يوم بيبتلت تعطيرها في الحاجات دي فيها حاجة جيميلة جدا ومعلومات حلوة تعطيرها ويقيت الزات يتعمل مع الفاتسم واليونيكم والفلايت لان اه تعطير الحاجات ديت مجرد انك تاخد فكرة عنها يعني تمام بتاخد فكرة عنها والكسس دي كلها والفي فار فيها اي فار طبعا التيارة في الحاجات ديت المهم خلصنا بارتو تري مش بارتو تري والكسس دي كلها اوكي خلاص يوم امورنا تمام طبعا مرميت حلوة جدا على فكرة يعني ميديك كمان حتى كمان الحروف الابجدية في الطيران ميديك حتى الحروف الابجدية في الطيران عشان تاخد فكرة عنها بيقول لك don't forget if yeet navigate communicate if yeet اعرف اتجاهاتك اه اه اف ييت سوق طيارتك navigate اعرف اتجاهاتك وشوف ان راح فين وجه منين وبعدين communicate يعني ما تلاقيش يعني 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 بقول لك للناز بتقول لك يعني التاتي هي اخر حاجة لا تخافش من الواقع من الفاتسم ويه توقف على الله. الشباة على فكرة في البتسم في الميديل ايست. سوف مصر في السعودية. شايف زي العسل وزي الورد وصبرت جدا. تخرج على حد في اي معلومة. ونفس القصة في اي شبكة تاني برضي. تمام? نديك بعض المعلومات طائرة عنها. تعني اعطاك انك تكون المفروض تقض فكرة عنها. هم نديك حتى لانك على فكرة. احنا بنخلص الكلام ده كله. بتخش على امتحان. بتخش عليه. على امتحان. وكمان عندك الليرنينج سنتر. فيها بعض المعلومات. بديك تمام? ايفيد نفوية كومنيكيت. اصف ويتش هم مش عارف فيه. والتيارة بحاجات ديت يعني. تلاقي نفسك انبسط يعني. واح لنا سألن بك في الباتسا. بعدين تيجي على رسورسز. تمام? ويتنا على البالوت كلاينت. تنزل تحت شوية. هنا البالوت كلاينت الخاص ب اه بربير اد ميكروسوفت فلايت سيميليتور. تونتي تونتي والافي سيكس. تمام? يعني هنا الفي بايلوت. هنا الفي بايلوت. الخاص بالبالوت. اي بريبير اي فيرجات. اي بريبير اي بريبير اي بريبير. تضغط هنا. هتنزل ده. تمام? بعد ما تغطي هنا هتعمل ايه? هتيجي فوق هنا تلاقي كلمة download. تمام? بيقول لك ان ده تغطي شر بوان تييت ميكا بايت. اضغط عليه download يا عم. نازل. تمام? تمام. خلاص خلاصنا. ارجع باك. عندك تضغط عليه. تعمل ايه? download على طول هنا ادا كلمة download هي. ده خاص بالأكس بايلوت خاص بالأكس بايلوت خاص بالبرابير 2020. بربير تري دي وماكروسوط وثوينتي وفاكس. download. download. على فكرة. لو انت عندك انا زي عندي كده انا عندي اتنين محاكي. عندي اكس بلين وعندي انا بتشغل على الاكس بلين وعن البرابير على فكرة بالأتنين. ممكن تنزل الاتنين عادة. لو انت عندك اكتر من محاكي اكسبلين وبريبير فانت تنزل ده وهتنزل ده لما هطير على البيربير هتستخدم ال في بايلوت هتطير على الاكسبلين هتشغل ال اكسبايلوت فانت لازم تنزل اللي اتنين لازم تنزل اللي اتنين وبعد ما تنزلهم طبعا بروح عندك في الدول لود طيب بعد كده هروح على الدول لود هتلوم نزل عندك كنه بكل بساطة وسوء لو ما فيش اي مشكل طيب انا هبدأ انزل ال في بايلوت عشان انا عندي بريبير انا وريد اكسب الليكسي بالت اللي دي عندي فانا بس محتاج انزل ال في بايلوت فاعمل run as administrator yes ظهر ديت هعمل agree و هعمل next next زي ما هو انا طبعا عمل اللي هو اللي ينزل في عادي جدا نستول finish شكرا فتح معا بالشكل ده طبعا بريفير اه اقول لك ايه مش عارف يس طبعا فتح بالشكل ده طبعا فتح بالشكل ده لما بيجي ايه من اللي هو على طول فتح لك كانت في بايلوت سيتنج هتحط الفي اي دي ترجع او الميل جالك هتحط الفات سم اي دي اخو ده قابل خطهم بعدين الفاسورد your phone name phone name محمد احمد your home airport انا المصر هكتب خوتل ايكو تشعر العلفة اتمنى السعودية من جدا نكتب خوتل ايكو كولفرنفمبر من الرياض خوتل ايكو روميو كيلو من الكويت اوسكار كيلو برافو كيلو شوف انت من اي دولة حاجة تكتب اي بورت ان شاء الله تكتب مطار فرانكفورت حتى عندش مشكلة تمام اختار انا اي ايجيبت بعدين انا اقول لك فاتسم سيربر فاتسم سيربر انا اختار uk1 بس ما قلها اعمل apply بعد ان عملت apply حاولني بعد كده على الصفحة اللي بعديها اللي هي الاوديو اختار برضه طبعا هنا اختار المايكروفون الوال مايك اختار المايك تابعي ادي المايك تابعي اختار السماعة واعمل تست 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 تمام اموري تمام ممكن تعالي الصوت وط الصوت عادي جدا يعني يفهم تعمل بالصوت راحتك عادي جدا apply apply تيجينا على بوشان توك في البوشان توك بيقولك ايه بيقولك set new بوشان توك key or button طيب لو انت عندك جاوستيك لو انت عندك جاوستيك لو انت عندك جاوستيك يوك ساديستيك وطفر اللي عندك جاوستيك انت لفكرة ممكن تغتسلكت key ايه select سوري حاجة من جاوستيك عندك ايه زرار في الجاوستيك انا او طفر ممكن او ممكن تسلكت من الكيبورد اي key اي key في الكيبورد مالوش استخدام اي key اي key في الكيبورد مالوش استخدام طيب انا واحد من الناس انا عندي يوك راح اخد زرار في اليوك اجيناو انت من نفسه ده خلاص انا كده حددت زرار عندي في اليوك اللي هو ايه املت ابلاي تمام طيب بس ان راجع في حاجة تانية لا مش حاجة تانية امرة تمام اه في عندك انه نتفكيشنز نتفكيشنز بيقولك انت مثلا دورينج الرحلة بتاعتك او انت محامل ممكن يجيلك اه كل شيء نتفكيشن فلاش مش عارفه كلام من ده ميسج اللي تسيبعت لك ما تصدر عندك كده فوق فلاش كده في المحاكمة من فوق لا اشيلها مش عاوز الحاجات دي اه يعني ايه خليت ديني حلوة تمام هي المزج دعيتم صوتة حلوة ولكن مش لازم طيب بعد كده عندنا ايه حاجة لما عندنا اشي ايه حاجة امورنا تمام بس يبالي الامتي اللي بعد كده اشوف لكم طريقته ازاي انا بيقولك انت عاوز بصراحة مريحة خليها تمام بس اوكي انت كده امورك تمام كده انت امورك تمام عشان تعمل شوف جيت تعمل بعد كده انت شغل طبعا لازم تشغل المحاكمة يعني تعمل تتحط اه سعودية سعودية 105 اه هاتير باي طيارة اللي هو الطيارة طبعك يعني هاتير ببوينج تريبل سبن تمام جاب لك كل تريبل سبن عندك 200 والليما والويسك ركاب كونتاكت طبعا قال له لا انت راح فين لان انت تعمل ده غلط كونتاكت فيلد ليه عشان تشغل المحاكي طيب شارك المحاكي ان شارك المحاكي واركة طيب حاليا انا فتحت المحاكي وشغلت برنامج الفاتسم ولكن مش هيفتح معي او هامل معي كونتاكت الا لما اخلص الاكزام تاست طبعا بيكون فيه اكزام تاست للنيو ميمبر على شبكة الفاتسم بتيجي فين؟ بتيجي هنا على نفس الويب سايت اللي هو طبعا الفاتسم بتكون عندك اللي هو الصفحة دي بالضبط تنزل تحت خالص بتلاحك اسمها ماي اكزام بيظهر لك هنا الاكزام للنيو ميمبر الاكزام للنيو ميمبر بتقول لك على طول تروح اكشن تك خش الاكزام اه تحلل الاكزام طبعا مش هنلاقه قدامك يعني عشان ما تغشش ولكن يا اسئلة سهلة جدا في مكانك تتحلها او في مكانك احنا مجدين على الدستورت لساعدك في اي وقت لكن انا هنلاقها على السريع عشان بس ننجز وكده يعني طبعا انا خلصت الاكزام على السريع والله يعني تريبا لو بسطت في الساعة تحت نغطش عشر ديال الاكزام سهلي جدا والأمور تمام خلصنا الاكزام خلص امورك تمام ومبروخ وبتاعه والعشتة والفول خلص اوكي وزي هتفرنا خد تقريبا خمس دايق واحد اللي تنسك عند في الامتحان وخد ستة وتمانين ستة وتمانين من المية ستة وتمانين يعني بصراحة انجزتوا على السريع يعني انا بصراحة والله اعطى اقرب بسرعة عشان انجز واشتا انجز عشانو عادت الفيديو خلصنا التاع امورك تمام وحتى اغلت لك اوكي شكرا طيب انا جيت اعمل طبعا انا فتحت المحاكي فتحت البردنامج اللي هو ال ويتعمل كان بيطلع لي ومشاكل في الباسورد ومش عارف يقولك وانفالد والكزا اسم كلها انا فكرت بصراحة ان فيه عندي مشكلة في او في اي مشاكل في الباسورد فعملت برضو نفس المشكلة سألت بعض الشباب لانك عندي انا اكاون تقديم يتاكتف في نفس اللحظة بس سألت بعض الشباب قالك ان الفاتسن بيعود من ستة لاثنشر ساعة عشان يتعمل اكتفات افتر الريجستر يعني انت بتعمل الريجستر وتخلص الاكزام تبعك وتخلص كل حاجة وتنزل كل حاجة توعد لك اتنشر ساعة عشان يتعمله اكتف طيب ولكن انوي انا رح هستعدم انا هستعدم اكاون تاني انا استعدمت اكاون تاني حتى ارمد اكاون session ونكمل بقية الشرح طيب انا استعدمت الاكاون ا احتجمت بس لمجرد والواسورد تمام اقف gegeben هاعمل الكمنكت طبعا انا ان كنت س homogeneous تكتب اليركرافت بيطلع لك ع طول في البوكس ده بيطلع لك التختار يعني انا هطلع بالبوينج تريبل سيفن ادي البوينج تريبل سيفن وهناعمل كوننكت لاحظوا وعمل معا كوننكت على توت طب بعد ما عملنا كوننكت هناعمل ايه هنروح هنا على الفلايت بلان طيب ادي الفلايت بلان سهلة جدا نفس القصة ونفس اللي احنا شرحنا قبل كده في الايفاو هنطير ايفار ولا فيفار ولا نفس القصة بتاع زولو يونكي نفس القصة هنطلع نطلع فيفار طب هنطلع مين هطلع من جدا الديباتشر ايربورت اوسكار ايكو جيلوت نوفمبر طيب اаковت کے لاتي ايكو روميو كيلو طيب الالترنتيف هحط الدمام ايربورت اوسكار ايكو دلتا فوكس رد. تمام دلتا فوكس رد aqui ابيو لك الديباتشر تايم الديباتشر تايم هتطلع الساعة كام حالية مديني وان 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 زيرو ثلاث وانات زيرو يعني الساعة 11 و 10 دقيقة زولو زولو بدينا الطايم بالحانة طبعا تران كله بالاتي سي بالزولو طايم هو الزولو هو الزولو هو الاتي سي طيب الساعة 11 و 10 دقيقة انا هقول له مثلا هعمل انا هعمل ديب باتشر الساعة 11 ونص زولو طبعا 11 ونص طيب انا عدة تصارك الدي اللي هو التايم انروت تصارك ساعة يبقى كتب 0 1 و 15 دقيقة طيب معايا فيولي كفيني معايا فيولي كفيني ثلاث ساعات نكتب 0 3 0 0 انا معك انا هحطت فيولي كفيني ثلاث ساعة تكتب الفيول اللي معك اللي هو الفيول افلا كام ساعة ثلاث ساعة انت طلاعما بيترجع الساميريف زي ما شرحناه في الفيديو اللي هو افلا بتاع الايفاء نفس الفيديو افلا حتراجع منه طيب هنا تحط الجراند سفيدا دي 450 همترجع ارتفاع كام همترجع ارتفاع فردي 35000 قضم حط لنا الارتفاع بتاعك 35 36 37 شوف الارتفاع اللي همترجع لي كام احط الارتفاع طبعك تمام اعطينا الارتفاع اثنان بقولك هنا هافي ايركرافت اه انا هافي ايركرافت ال 737 وview dent planet seven 330 hábvf Yahvé على فكرة. آآ 380 يحط ه 되면 ها bang & zeyer pass 320 او拿 commentary 19 بقлин، طويلة لو هاaho Thór rings، فقط تحط jestem heavy aircraft مش زي تمام؟ هلي خلي ديت عندك اللي عطناك ув МУЗЫКА اتذكروا برضو في الفيديو واللي mikä بسلها اضعه على صيرة. طبعا الروت بتاعي تجيب الروت من السيم بريف. تمام? نجيب الروت من السيم بريف. انا جولت دلتا ويسكي. طبعا انا حافظ الروت دلتا تانجو 531 كيا انديا الفا فيو ار. طبعا ادي الروت طبعي مثلا. مثلا انا اكزمبر انا بكتب اي حاجة مثلا. بس تجيب الروت انت احطر عليه. حط الروت. حط الروت. ودائما في الفاتسم عكس الايفاء. الفاتسم يقول لك حط سيده اللي احطر عليهم. في الفاتسم مزاد في اوروبا امريكا بيهولك هطل السيد والسطار. اللي هي السيد اللي هي السيد اللي هي السيد مت задачر واالي ستار اللي هي السيد والسطار لو عنك سيد والسطار ما عناكش خلاص بتستيبها من غير السيد والسطار حسب الروت اللي حطير عليه حسب الouting ونهايف التاليين ليش سيدان فيهم ستار وتوم منه متعدد فيهم بتحط لسه. ليش بتضع لسه. وهو انت برضو كيفك اكيش عايزة وال belum لتقطعه, وش عادي. نفس الكسة هيا. نفس السيد. ع Erstmark هكتب انا بسا نيو بايلو علشان الاتسي يأخذ بالو مني انت عاوز تكتب اي حاجة اي حاجة انت عاوز تكتبه في الريمارك اي حاجة انت عاوز تكتبه في الريمارك ان شاء الله تحط تحط اللينك كنات اليوتيوب او لينك الفيسبوك بسيط الويس لو انت هتكتب تقول لك هتكتب تكستو only هتكتب هنا الويس طب بعدين هنعمل ايه انت كده الويس تمام لو انت عندك control tower ground delivery observer انت بيكون عندك ان لو انا مثلا فيه جدة control هايزار عندي فيه جدة tower هايزار عندي حتى لو في اي مكان قريب مني رح يزار على فكرة هايزار عندك هنا في البوكس تمام غير كده بتشوف انت طبعا الماب بتاعت الفاتسا بتشوف اني الانلاين وكلام من ضبط ايه انشوف frequency او كده كده بمعطولك force act كده انت بورك تمام حاجة هنا بس هنا بقى في الفاتسم بتتكلم صوت لكن انت هنا في الفاتسم بتتكلم صوت يعني مسلا حط 22.8 سعودية حدش هرود علي ليه مش حد والله او مفيش حد ورايب مني اصلا ما في حد ورايب مني حد هرود علي الوقت ايه شرح مبسط طبعا عملنا شرحة بكده ودي كمان فيديو شرحة خفيف وسهل واي سؤال تحت امركم موجود عندكم موجود عندكم ايه كمان انتذكر تابعي صفحة الفيسبوك تنسوش بقى لايك وشير الفيديو اي سؤال تحت امركم في الكومنت برود دائما عليها والسلام عليكم شكرا لكم شكرا لك لتواقع